حلقة النهاردة انا بعملها وانا حزين. حزين علشان انا هتكلم عن شخص مش عايز اقول انها حياته بطريقة دراماتيكية جدا. لوكس عنده لما تقابله وتتكلم معاه هتنبسط. هتنبسط ان انت بتقابل في عالم كمال الاجسام للمحترفين حد عنده شخصية. حد مختلف. حد مش ماشي مع الموجة. حد بيقول رأيه بمنتهى الصراحة. يحبك يعزك هتحس الكلام ده على طول. مش طيقك مش هيضيع وقته معك. كان عامل جو في عالم كمال الاجسام للمحترفين. حواراته الصحفية ردوده على الناس. كان شخص مميز. بالنسبالي انا كنت ببصله على انه خليط قوي. خليط قوي تمرينه كان بيفكرني ببرانش وارن. برانش وارن الدبابة اللي بتتمرن. اوزان. ما عندوش ياما ارحميني. خش التمرينة. يعمل التمرينة التمام بالاوزان القوية. يحس ان هو انجس حاجة. كنت شايف انه هيبقى في يوم من الايام من الاسماء الكبيرة جدا جدا في عالم كمال الاجسام. زي ما احنا عارفين او لو بصينا. هنلاقي ان انجلترا اعظم اتنين ان جابتهم في عالم كمال الاجسام. كلمنا من حيث الالقاب. هيكون دوريان ييتس دي شادو. بستة القاب مستر اوليمبيا. وفلكس لويس سبع القاب مطولة مستر اوليمبيا. ولكن في الفئة متين واتناشر بينما دوريان كان في الفئة المفتوحة. طريقته في التمرين اللي كانت زي ما انا بقول بتفكرني ببرانش وارن واسراره في التمرين وشغله مع كريس اسيتو وصدقته مع فلكس لويس كانت بتقول ان ده هيكون في يوم من الايام ما كانة ملاش حل. زي ما انتم بتتفرج دلوقتي على الفيديوز اللي انا حاطتها. فيديو بتاعته اول كانت في ارنود كلاسيك الفين وسبعتاشر. حدت لكم ارنود كلاسيك كمان الفين وتسعتاشر اللي عمل فيها مركز كويس جدا. وتامبا برو الفين وتسعتاشر. وآآ مستر اوليمبيا الفين وتسعتاشر. كان عمل فيه مركز تاني. ارنود كلاسيك الفين وتسعتاشر كان عمل فيها مركز تالت. وارنود كلاسيك الفين وسبعتاشر عمل فيها مركز تاني. بس انا النهاردة مش عايز اعمل الحلقة علشان اقول وامجد في اللعيب الفلاني والمستقبل قدامه وكان هيعمل وحيسوي. انا عايز اتناقش معاكو في نقطة ان انت بالنسبة لناس كتيرة ممكن تكون ناجح. بس انت نفسك ما انتاش سعيد في حياتك. انت ما انتاشف سعيد في حياتك لازباب مختلفة جدا اللي حواليك ممكن ما يكونوش فاهمين النقطة دي. انت بالنسبة لهم شخص ناجح جدا بتحرز آآ القاب بتحرز آآ ما عرفش بتعمل العقود جمدة جدا بتاخد فلوس قد كده ولكنك ما انتاش سعيد. لما يجي افكر مثلا في لوك ساندو يقول ان دا كان بطل ومشروع بطل وكان بيتمرن وبيعمل كل حاجة وفجأة لانا نفسه سنة عشرين عشرين بطولة مستر اوليمبيا مش عارفين مستقبل عمل ازاي. التمرين والجيمز احنا مش عارفين مستقبل عمل ازاي. لما ممكن مستقبله ديه في لحظة. وانت لما بتكون بتحب حاجة او بتكون بتحب رياضة او عندك حاجة معينة بتحبها هواية وتلاقي ان الحلم ده اللي انت افنيت في عمرك بيديع. انت ممكن يجي لك صدمة. ممكن يجي لك صدمة ان انت متدايق. والصدمة دي ممكن تؤدي زي ما ناس كتيرة بتقول في قصة لوك ساندو. انك تنتحر. انك تقرر انك تنهي هذه الالام اللي انت بواجهها في حياتك. ممكن ناس كتيرة حواليك مش فاهمة الالام دي جاي منين. زي لما تفتكروا كده ان احنا كلنا صعيقنا لما شفنا او سمعنا ان روبين وليمز الممثل الشهير انتحر. دي حاجات ملهاش تبرير عندنا او احنا ما نقدرش ان احنا نفهمها. بس المهم بالنسبة لنا يكون ان احنا لما نلاقي شخص منزوي او شخص لوحده او شخص تحس ان هو محتاج انه يستسمعه او تتكلم معاه انك انت متترددش في الكلام ده. وانك متسخرش من الام الناس. انك انت متسخرش من مشاكل الناس. بالنسبة لك دي ممكن تكون مشكلة تفهة. بالنسبة له هو دي مشكلة عويصة جدا جدا جدا. الكلمة اللي انت بتقولها وانت مش عارف الكلمة دي ممكن تعمل ايه قدامك. طبعا انتوا هتقولوا هو ايه دكتور شناوي مالو قلب كده على مصلح اجتماعي. لا انا مقلبتش على مصلح اجتماعي. انت ممكن الكلام ده انا بقوله عن خبرة شخصية انت ممكن تقول لموظف عندك في الشركة كلمة. تخليه ينتك قد اللي هو بيعمله الف مرة. وممكن تلاقيه واقف على جنبه ومنزوي ومزاجه مش قد كده ومتضايق تلطف معه وتقوله كلمتين. مش مهم انت هتحلوله المشكلة ولا لأ. بس المهم انك انت هتقف جنبه. انت هتسنده. انت هتحسسه ان هو مش لوحد. ان هو مش لوحده. فلما يدايق ويحس ان في مشكلة مش هيخجل ان هو يجي يكلمك. مش هيكسف منك. هيديك الامان. دي رسالتي النهاردة في الفيديو. ان انا عايز اقول لكم. خلوا بالكم الكلام اللي انتوا بتقولوا للناس. خلوا بالكم من معاني العبارات بتاعتكم. خلوا بالكم. ان كلمة منكم ممكن ترفع حد السابع سماء او ممكن تخفز بيه الارض. اجبوروا خواطر الناس. انت ما تعرفش اللي قدامك في ايه. ما عنديش كلام تاني هقوله لكم النهاردة. يعني ربنا يكون فعون ايلته وابنه وبنته وربنا مكتبها لحد. نلتقي قريبا باذن الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر